شاركت جلالة الملكة راني اليوم في قرية أرميمين مجموعة من الشباب المشاركين في الرحلة السنوية الثانية لمسار درب الأردن الذي أطلقته جمعية درب الأردن بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وعدد من الدعمين هذا استمعت جلالتها لشرح عن مستجدات المسار قدمها مدير عام جمعية درب الأردن وهو السيد بشير داود بمشاركة عدد من مزودي خدمات الضيافة في المجتمعات المحلية التي يمر بها المسار وأعبرت جلالتها عن فخرها بمسار درب الأردن باعتباره مشروعا وطنيا سياحيا بجودة ومهنية عالية وأنه إضافة نوعية للخارطة السياحية الأردنية وتعريفا بالأردن وتمكين المجتمعات المحلية وتوفير العديد من الفرص